موسيقى موسيقى عن ما حدث اللي حدث اليوم هو نقص أكسجين في خزنات مستشفى الصلب مما أدى سمعنا الآن الطب الشرعي وأعطاك التقرير الكامل الرسمي اللي هو نقص الأكسجين هذا يثبت ما حدث اليوم في المستشفى أنه نقص أكسجين يعني تفاصيل توقيت دكتور توقيت يعني المعلومات التي لديه من الساعة الثالثة فجرا تبين أنه الأكسجين خالص يوجد الساعة الثلاثة الصباح أحد المقولات المقولة الأخرى من الساعة السابعة المقولات تقول عدة دقائق المقولات تقول ساعات هذا لن يتبين إلا بعد التحقيقات أحيلت المشكلة والمصيبة هذه إلى الادعاء العام وأحالها الادعاء العام إلى ثلاث مدعين عامين يقوموا بالتحقيق ستشكلت بأمر من جلالة الملك لجنة عسكرية والاجتماع طاري في مجلس النواب اليوم وستشكل لجنة ولن تكون هذه اللجان سورية المصاب ولا شكلية المصاب جلل سيتبين لدينا وسنتابع كل كبيرة وصغيرة بما حدث وسنتابع ما حدث وسنقوم بدورنا الرقابي وسنقوم في الميدان ما حدث جلل كيف يعمل من قطع أكسجين؟ ما حد يفهمنا سيدي في كل مستشفى ما حدنا نفهم كيف هو لم ينقطع هو خلص إيش يعني خلص؟ الأكسجين يوجد في كل مستشفى خزان أكسجين رئيسي ويوجد خزان أكسجين احتياط المشكلة هنا في المستشفى صلت خزانين صح؟ نعم في أي مستشفى في أي مستشفى نعم تكلفة المستشفى بعشرات الملايين ويوجد خزان رئيسي هذا هو النظام الصحي خزان رئيسي وخزان احتياط ويوجد متابعة قسم صياني ويوجد أجهزة انذار عند كونترات التمريض وفي كل قسم وفي كل طابق المشكلة كبيرة ورح نكون على حيثيات الله يا دكتور معلش يعني خذني بحلمك تفضل بس فهمني فهمنا فهمنا اليوم إحنا ما إحنا ما منع بدنا نفهم أنت بتقول لي أنا المعلومة التي رديت أقول فيه خزانين نعم بكل مستشفى والكمية الموجودة فيهم ضخمة جدا صحيح نعم صحيح كلامي نعم وفي عنا في كل مستشفى سبعين أنبور بتغاز على الأقل نعم صحيح؟ أكسجين نعم صحيح؟ نعم طيب وعنا بتقول لي نظام انذار مبكر نعم طب وين هذا كله رائع؟ صوتي ومرئي طب وين أنا مش واضح هذا اللي الآن هذا هنا الآن دور اللي جاء نحن ليش التحقيقات؟ ليش أحيلتي للنائب العام؟ ليش أحيلتي للمدعاء العام؟ حتى نعرف وين كمية الأكسجين؟ شوين الخزان الرئيسي؟ وينخزان الاحتياط؟ وين أجهزة الإنذار الصوتية والمرئية؟ وين طريقة احتساب кнопأ احتساب كمية الأكسجين؟ يوجد نظام آآ يوجد نظام ماستر ألارم وين هم هذول؟ ليش مااشتغلوا؟ هل أنهم اشتغلوا؟ ما شتغلوا ولا اشتغلوا؟ أقول لك ما حدا بعرف ما حدا بعرف هل هم اشتغلوا اذا اشتغلوا ليش ما تم التواصل على طول الساعة السابعة صباحا بينت المشكلة من اي ساعة لحد الان مش مبين ساعة السابعة صباحا تبين انه في مشكلة بالاكسجين قديش الها كم ساعة هذه هي نتائج التحقيق اللي راح تبينها وين الالارمات كلها تحمل المرضى كم ساعة بدون الاكسجين يا دكتور على المريض بتحمل دقائق سيدي مريض الكورو كم مريض على اجل هل هو ساعات هل هو دقائق تبين او طلب الاكسجين الساعة السابعة بلغت الصيان الساعة السابعة انه ما في اكسجين قديش الها هذا ما ستثبته التحقيقات قديش بعطينا انذار قبل قديش بعطينا على طول لما تخلص الاكسجين قبل ما يخلص قبل ما يخلص في عندك تنبيهات اه لازم تكون وصلت الى المسؤولين عن هذا الموضوع وفي عندك تنبيهات انظمت الاريا الارم والماستر الارم ليش ما اشتغلو او هل انه مشتغلو وما احد انتباه وين التقصير وين الاهمال وين صف هذا الكلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة